موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من حديث الصحافة والبداية من صحيفة عن البلدي التي عنونت الخارجية التركية تؤكد تطبيق نظام الفيزا بحق السوريين أعلنت وزارة الخارجية التركية فرض تأشيرة على المواطنين السوريين الرغبين في دخول تركيا وقالت الخارجية إن القرار سيطبق اعتبارا من الثامن من الشهر الحالي مضيفة في بيان نشرته اليوم أن السوريين سيتمكنون من الحصول على التأشيرات من السفرات والقنصليات العامة التابعة للجمهورية التركية وأضاف البيان أن إعفاء السوريين من تأشيرة الدخول إلى تركيا سيستمر بالنسبة للقادمين منهم إلى الأراضي التركية عبر المعابر الحدودية البرية مع سوريا ونطالع في عنوان آخر لمن يهمه الأمر مئة طفل سوري يفترشون طرقات عينتاب الآن يفترش أكثر من مئة طفل مع ذويهم منطقة الأمنيات في حي غاز عينتاب وغاز مختار باشا وسط مدينة عينتاب التركية درجة الحرارة واحد مئوية والمشهد مأساوي بحسب أحد أعضاء فريق ملهم التطوعية وينتظر هؤلاء مأوان يحافظ على حياتهم نزحت العائلات مساء اليوم من أزلها في ريف حلب الشمالي نظرا للقصف العنيف الذي شهدته منطقة تل رفعت ومحيطها منذ الصباح البكر عدد من الجرحى تحول فور قدومهم تركية إلى المشافي في حين نشد فريق ملهم السوريين في المدينة أو أي جهة كانت بضرورة التدخل وفي عنوان آخر روسيا تستبدل وحداتها العسكرية في مطار حميميم وفي التفاصيل وصلت وحدة مشات البحرية إلى مطار سيفاستوبول العسكري في شبه جزيرة القرم بعد الانتهاء من تنفيذ مهامها الخاصة في مطار حميميم باللاذقية حسب ما نشرت وكالة سبوتنيك الروسية وزارة الدفاع الروسية قالت إن عودة الوحدة اليوم تأتي في إطار عملية المداورة التي ستكتمل قبل نهاية كانون الأول جاري لتحل في إطار وحدة جديدة من الجنود مكان رفاقهم من أسطول البحر الأسود لمواصلة مهمة حماية قاعدة حميميم وبالانتقال أيضا إلى عنوان آخر في شبكة شام نطالع كتائب الثوار تفجر مقرا لقوات الأسد شمال مدينة درعا وتقتل من بداخله أعلن لواء معتز بالله التابع للجبهة الجنوبية عن تبكونه من قتل العديد من عناصر الأسد على جبهة بلدة عتمان شمال مدينة درعا وأكد اللواء على قيام عناصر تابعين له بالتسلل إلى أحد مقارات قوات الأسد على خط الجبهة الأول لبلدة عتمان ومن ثم قيامهم بتفخيخ وتفجير المقر ونطالع في شبكة شام أيضا عالم سوري يحدث ثورة بمجال تقنية المياه حيث جاء في تفاصيل هذا الخبر حصل العالم السوري الشاب على أدين السبيعي الباحث بجامعة كورنيل بالولايات المتحدة الأمريكية على براءة اختراع أمريكية ستتحول قريبا إلى براءة اختراع عالمية بعد اختراعه لمادة كيميائية يمكنها إزالة الشوائب العضوية من المياه بسرعة تتجاوز مئات الأضعاف لجميع المواد المستخدمة حاليا في معالجة المياه بالعالم وبأرخص التكاليف على الإطلاق الاختراع الذي أحدث ضج كبير في الأوساط العلمية بالعالم نشرته مجلة نيتشر العلمية قبل أيام نطرا لأهميته وتأثيره الإيجابي والفعال على مستقبل تنقية المياه على سطح الكوكب ونطالع أيضا جيش الإسلام يحبط عملية كانت تهدف إلى تفجير مقره الرئيسي بضمير أعلن جيش الإسلام مساء الخميس عن إحباطه عملية تفجيرية كانت تهدف لاستهداف قياداته المتواجدين بالمقر الرئيسي في ضمير وبث جيش الإسلام شريطا مسجلا أظهر فيه عنصرا تابعا لجيش تحرير الشام كان ينوي تفجير عبوة موضوعة في حقيبة ظهر تزن مئة كيلو جرام بأحد المقرات وفي عنوين صحيفة العهد نطالع فيها لهذا اليوم قتلى وجرح بنيران صديقة في صفوف قوات الأسد قال المتحدث باسم مركز داري الإعلامي حسام الأحمد أن مروحيات نظام الأسد ألقت برميلين متفجرين على تجمع لمقاتله بما أسفر عن مقتل ستة وعشرين جنديا وجرح سبعة عشر آخرين مشيرا إلى أنه بالرغم من إلقاء مروحيات نظام أربعة وأربعين برميل متفجرا على مناطق متفرقة من المدينة إلا أن الثوار تمكنوا من إعطاء بدبابة وكاسحة الغام في الجهة الغربية للمدينة فيما قتل الطيران الحروي الروسي أربعة وعشرين جنديا تابعا لقوات الأسد بالخطأ في منطقة جبل النوبة بريف الاذقية في غارات صديقة وفي خبر آخر أيضا غارات روسية على عزاز وتل مصيبين بالريف الشمالي لحلب وبدأت الصحيفة بتفاصيل عنوانها في خبر أوردته عن مدينة حلب التي توفي فيها نحو عشرة مدنيين في معاطق سيطرة النظام نتيجة لفيروس لم تتمكن الأجهزة الطبية من تحديده والبعض يرجح أن يكون فيروس أفلوانز الخنازير أو أفلوانز طيور وفي عزاز استشهد ثلاثة مدنيين وأصيب آخرون جراء غارتين روسيتين استهدفتا تجمع للنازحين والمباني السكانية في المدينة بريف حلب الشمالي وبالانتقال إلى صحيفة الحياة نطالع في أبرز عنوانها لهذا اليوم ثلاثمائة ألف قتيل قبل حوار جينيف طبت سوريا سنة جديدة كلها دمار ودماء من أزمتها المستمرة منذ خمسة أعوام ودعت عام 2015 بما لا يقل عن خمسة وخمسين ألف قتيل جديد من المدنيين والمقاتلين السوريين والأجانب الذين حاربوا بعضهم البعض مع النظام وضده تأتي هذه الحصيلة للنظام التي أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان وسط تحضيرات لحوار مرتقب بين النظام والمعارضة في جينيف يوم الخامس والعشرين من كانون الثاني يناير الجاري برعاية الأمم المتحدة التي تسعى إلى حل يقف نسف الدم في سوريا الذي حصد منذ 2011 قرابة ثلاثمائة ألف قتيل ومئات ألف الجرح والمفقودين وملايين النازحين واللاجئين وفي عنوان آخر أيضا في صحيفة الحياة حريق قرب برج خليفة لم يمنع احتفال دبي شب حريق هائل في فندق The Address قرب برج خليفة الأكبر في العالم قبيل احتفالات رأس السنة في دبي وعلنت حكومة دبي عدم وقوع إصابات في الفندق أو المباني المجاورة واستمرار الاحتفالات في المناطق المجاورة واندلع الحريق من الطابق رقم 20 في الفندق وامتدت السنة السنة اللهب إلى الأدوار الأخرى بفعل الرياح وجرت عملية إخلاء المبنى المحترق بنجاح وكذلك بعض المباني المحيطة بموقع الحريقة وشارك طائرة تابعة لدفاع المدني في عمليات الإطفاء لكن سرعة الرياح تسببت في نشوب نيراني في أنحاء أخرى من الفندق وفي عنوين زمان الوصل نطالع بهذا اليوم بطلة العشق الممنوع تسجن طالباً إيراني لسبب غريب صحيفة راديكال ذكرت أن الفنانة التركية هازال كايا تقدمت بطلب رسمي إلى مديرية الهجرة بعدم السماح للطالب الإيراني عيسى كريمي البالغ من العمر سبعة وعشرين عاماً بالإقامة في البلاد بسبب الإزعاج الذي يسببه لها وكان كريمي يرسل الهدايا والرسائل بشكل دائم إلى مكان عمل كايا مستخدماً كلمات حبيبة زوجة روحي ما جعل معشوقته تقدم دعوى ضده فتم اعتقاله وإصدار قرار يمنعه من الاقتراب منها لمدة أربعة أشهر لكن الأمر لم ينتهي عند هذا الحد حيث بل أصدر المدعي العام التركي تعليمات للقسم المتخصص بل عنف ضد المرأة ببدء التحقيقات حول الإزعاجات المتكررة التي تتعرض لها الفنانة وعليه أجرة السلطات عملية فحص وتدقيق بالرسائل المرسلة من كريمي عبر فيسبوك والمتضمن عبارات الغزل والحب لكيا من جانبها استغلت الحصناء البالغة من العمر خمسة وعشرين عاما معرفة أن كريمي يعاني من مشاكل في الإقامة بتركيا فسارعت بتسجيل طالبين في مديرية الهجرة يمنع الشاب الإيراني من البقاء في البلاد من ناحيته قال الشاب الإيراني الذي يدرس الطب في تركيا في إفادته أعترف أنني أرسلت لها الهدايا لكنني لم أذهب إلى منزلها ولم أجتمع بها وجها لوجه وبالتأكيد لن ألحق وألحق الأذى بها أبدا أنا أحبها جدا حتى أنني أريد الزواج منها بهذا المقال مشاهدين نكون وصلنا لنهاية الحلقة لهذا اليوم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر